موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين الحكومة تعلن تأييدها لمخترحات ولد الشيخ بشأن انسحاب الانقلابيين من الحديدة البيضاء مقتل اثنين من الميليشي الانقلابية في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم الحديدة دعوات لانقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بسبب نفاذ المحاليل والسوائل الوريدية مرحبا بكم اعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمخترحات والافكار التي تقدم بها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ المتصلة بترتيبات انسحاب الميليشيا من محافظة الحديدة واكدت الحكومة في بيان صادر عن المعاني المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية في الامم المتحدة استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل هذه المقترحات في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الامم المتحدة في الكويت العام الماضي وعرب البيان عن تقدير الجمهورية اليمنية للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي والتي تهدف الى مساعدة الحكومة واليمنيين على رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والتي بلغت مستويات غير مسبوقة جراء انقلاب ميليشيا الحوث والمخلوع واكدت الحكومة انفتحها على كافة المقترحات والافكار التي تقدم بها ولد الشيخ خلال لقائه برئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي في الحدي عشر من مايو الماضي وفقا للمرجعية الثلاث المعتمدة ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجموعة الدول الثمانية عشر الراعية للعملية السياسية في اليمن دعتها الى ممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط وبشكل عاجل في مناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق نضاع اليمن وشعبها في بداية الطريق لانهاء مأساة الانقلاب اكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر على ضرورة اطلاع السلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية بمسؤولياتها في تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تخفيف من المآسي والمعاناة التي تسبب بها الانقلابيون جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ محافظة تعز علي المعمري ومحافظ محافظة عمران عبد الرحمن الصعر واكد نائب الرئيس سعي القيادة السياسية بدعم من دول التحالف لاستعادة الدولة القادرة على حماية المواطنين ورعاية ابناء الشعب وتحقيق تطلعاتهم في الامن والاستقرار والتنمية وتطرق اللقاء لما تتعرض له مدينة تعز وأبناؤها من حصار خانق وقصف مستمر من قبل ميليشي الانقلاب في الوقت الذي يسطر فيه أبناء تعز وأبطال الجيش الوطني أروع النماذج في الصمود والتضحية والاستبسال في وجه عصابات التمرد والفوضى وثمن نائب الرئيس المواقف الرافضة لتصرفات الميليشيا وتجاوزاتها وممارساتها ضد المواطنين بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر برقية تهنئة لولي العهد نائب أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح بمناسبة انتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت للانضمام للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ممثلا لمجموعة آسيا والمحيط الهادي وأكد نائب الرئيس إن هذه الثقة تعكس مكانة الكويت ودورها السياسي الدبلوماسي الذي تلعبه في مختلف القضايا المحورية مشيرا إلى ما تشهد دولة الكويت من نهضة وتطور في شتى المجالات بفضل القيادة الحكيمة لها وعلى رأسها سمو وأميرها الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح وأشهد نائب الرئيس بمواقف الكويت تجاه اليمن واليمنيين في مختلف المحن والظروف الصعبة حيث كانت اليمن ضمن من حظي باهتمام قيادة الكويت وإساماتها في البناء والتنمية والإعمار وأعرب نائب الرئيس عن ثقة اليمنيين في أن تكون الكويت رافدا مهما لمتابعة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216 أشهد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة العليا لإدارة موسم الحج 1438 وجميع العاملين في البعثة وتفانيهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم لتدليل الصعوبات أمام اليمنيين الراغبين بأداء مناسك الحج وشدد وزير الأوقاف اجتماع عقد مساء أمس بمقر بعثة الحج اليمنية في مكة المكرمة على استيعاب الحصة المقررة للجمهورية اليمنية من مختلف الأقاليم ومحافظة الجمهورية اليمنية على أن تكون الأولوية في العام القادم لليمنيين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج لهذا العام وأقرى الاجتماع تشكيل اللجان الفرعية الفنية المتخصصة بالأعمال المتعلقة بمؤسم الحج لهذا العام وحث الوزير عطية الجميع على بذل المزيد من الجهود في سبيل تذليل الصعاب أمام اليمنيين الراغبين بأداء مناسك الحج والرفع بالتقارير عن سير الإجراءات والصعوبات التي قد تعترض عملية التسجيل والعمل على حلها أولا بأول شنت مقاتلات التحالف العربي غارة على مخزن للسلاح في مدرسة الحرس الجمهوري الخاضعة الاحتلال وسيطرة الميليشيا الانقلابية وقالت مصادر محلي أن انفجارات متتالية دوت في المكان وظلت تسمع لنحو نصف ساعة عقب الغارة الجوية وأن ألسنة اللهب شهدت ترتفع من الموقع المستهدف إلى ذلك قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع للميليشيا الانقلابية في محافظة صعدة وقالت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيا المتمردة قرب مدينة صعدة وقد أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيا الانقلابية قتل اثنان من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع وأصيب آخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية والميليشيا الانقلابية في مواقع أشعب ناصر في مديرية ذي ناعم أسفرت عن مصرع اثنين من الميليشيا وإصابة آخرين إلى ذلك شنت مقاتلة شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع والمخلوع قصفا عشوائيا بالدبابات على منازل المواطنين في قرية يفعان ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل أقدمت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع على اختطاف مواطن ونجله ونهب سيارته ومقتنياتهم الشخصية في مديرية الصومع بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية أن عناصر الميليشيا الانقلابية في نقطة عرقوب العقلة بمديرية الصومع اختطف المواطن أحمد طالب النجار ونجله طالب أثناء مرورهما على متن سيارتهما في النقطة وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيا اعتدوا على النجار ونجله بالضرب ونهبوا السيارة التي كان على متنها ونهبوا مقتنياتهم الشخصية وما بحوزتهما من مبالغ مالية ثم نقلوهما إلى جهة مجهولة ناشد مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة الجهات المعنية التحرك لإنقاذهم من الموت وقال مصدر طبي في مركز الغسيل الكلوي الوحيد بمحافظة الحديدة أن عمليات الغسيل المرضى البالغ عددهم زهاء خمسمائة مريض توقفت بسبب نفاذ المحالير والسوائل الوريدية الخاصة بالمرضى وأن عشر حالات من المرضى في حالة موت سريري أضاف المصدر أن بعض المواد التي يتم توفيرها من رجال الخير يتم تهريبها من قبل الميليشيا الحوثية إلى صنعه في عملية قتل متعمد لمرضى الفشل الكلوي من أبناء تهامة قالت مصادر محلية أن قيادات في ميليشيا الحوثي وجهت بإغلاق قسم القرآن الكريم في جامعة الحديدة وقالت المصادر أن قيادة الميليشيا الحوثية وجهت عناصرها في جامعة الحديدة بإغلاق قسم القرآن الكريم في كليات باجل وريمة التابعة لجامعة الحديدة وغيرها من الكليات التي توجد بها أقسام القرآن الكريم معلومة وبحسب المصادر فإن القيادات الحوثية قررت إغلاق تلك الأقسام بهدوء حتى يتجنب إثارة الرأي العام كما قررت القيادات الحوثية فتح قسم اللغة الفارسية في بعض كليات اللغات بالجامعة نفسها بحسب هذه المصادر وتسعى الميليشيا الحوثية إلى محاربة كل ما يمت للقرآن الكريم والسنة النبوية في إطار عمليات التجريف التي تمارسها وتفيخ دور القرآن والمساجد ونشر الطائفية والكراهية التي تناهض التعايش التي تعارف عليها اليمنيون منذ فجر التاريخ أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع على عملية تهجير للسكان في قرى ومناطق سحل الزرانيق والدريهمي جنوب مدينة الحديدة وقالت مصادر في مقاومة الزرانيق بأن الميليشيا الحوثية أقدمت على تهجير وحرق المنازل وزراعة ألاف من الألغام على امتداد الساحل في انتهاك لحرمة المنازل واستقرار السكان وسلامهم وأمنهم في المناطق القروية والنائية وأشارت هذه المصادر بأن الميليشيا الحوثية ومنذ فترة أقدمت على الاعتداء على المواطنين في مناطق الطائف والكويزي وغليفقة وعمدت على تهجيرهم من قرىهم ومناطقهم بشكل شبه كامل قالت مصادر محلية بعزلة جياح بأفلح اليمن في محافظة حجة أن اشتباكات وقعت بين الميليشيا ومواطنين إثر محاولة الميليشيا المتمردة منع صلات التراويح في أحد جوامع العزلة وأضافت المصادر أن المواطنين تعرضوا لإطلاق رصاص من قبل الميليشيا الحوثية نتيجة رفضهم لتعميم بمنع صلات التراويح ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين خلف جرحى ومصابين من جهته من جهة الأخرى قام مئات المصلين في مديرية المفتاح بطرد القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو أبو البتول الأفهمي وسحبه من المنبر إلى خارج المسجد عقب انتهائه من خطبتي الجمعة وشروعه في ترديد الصرخة الحوثية تمر أيام رمضان قاسية على اليمنيين الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء جراء تدمير الميليشيا الانقلابية للاقتصاد الوطني ونهبها لرواتب الموظفين وموارد البلاد وإيقافها لأنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية واقع يشهد بشاعة الانقلابيين ويؤكد على ضرورة استعادة الدولة والانتصار لإرادة الشعب في بناء اليمن الجديد نتابع يفقد رمضان بريقة وأهازج الفرح للعام الثالث على التوالي منذ سيطرة الميليشيات على الدولة وبروز اقتصاد الحرب والفيد والغنيمة بديلا أساسيا للاقتصاد الوطني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مبكرا نصف راتب فقط ستمن سلطة الانقلاب بصرفه على موظفي الدولة بعد عام من انقطاع الراتب والانتظار المريض في وقت ما تزال فيه ميليشيات الانقلاب تسيطر على ثلثي موارد البلاد وثرواتها وبقدر ما كان يمثله رمضان في حياة المجتمع اليمني من موسم سنوي ترتسم في أيامه ولياليه أروع مشاهد التكافل الاجتماعي والمواساة يبدو رمضان في ظل الانقلاب موسما لمفاقمة معاناة المواطنين بعد أن أغلق الانقلابيون مئات المراكز والمؤسسات الخيرية ونهبوا مخصصاتها سياسة تجويع الشعب وإنصاله إلى ما هو عليه الآن من فقر متقع وبؤس عظيم لم تكن عملا عبثيا من قبل الانقلابيين بل سارت وفق خطة ممنهجة لتدمير الاقتصاد اليمني في كل جوانبه ومجالاته فبفعل الانقلاب تدهورت العملة والأمن الغذائي وتعطلت التنمية وعجلة الانتاج وبات أكثر من 20 مليون يمني بحاجة للمساعدات المنقذة لحياتهم بعدما نهب الانقلابيون حتى مخصصات الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة في شبكة الأمن الاجتماعي وصناديق الرعاية وبرامج الإعاشة والحماية الاجتماعية لم يكتفي الانقلابيون بهذا الحد من تجويع الشعب فقد قاموا بنهب قوافل الإغاثة الإنسانية المقدمة من منظمات دولية ودول خارجية دون ما أدنى مراعاة لمعاناة شعب يموت جوعا وتنهشه الأمراض والظروف المعيشية شديدة القسوة في الوقت الذي يسجل فيه الانقلابيون أرقاما قياسية في موسوعة الثراء الفاحش بطريقة أو بأخرى تمعن ميليشي الحوث وعصابات المخلوع في نهب المعونات الغذائية والدوائية المخصصة للمحتاجين وضحايا الحرب التي شنتها الميليشي على البلد وقد سجل موقع الإصلاح نت أبرز المعونات التي صدرت من قبل الميليشيا خلال عام ونصف معظمها من مخصصات المحتاجين والضحايا وضحايا الحرب في محافظة تعيس إلى التفاصيل سجل موقع الإصلاح نت أبرز المعونات الغذائية والدوائية التي تعرضت للنهب والاحتجاز من قبل ميليشيا الحوث والمخلوع منذ ديسمبر 2015 وحتى مايو 2017 وكانت على النحو التالي في الثاني من ديسمبر 2015 صادرت الميليشيا الانقلابية شخنة كبيرة من الأدوية التي كانت منظمة الصحة العالمية تنوي إدخالها لإغاثة المرضى المصابين بأمراض مزمنة في تعز لا سيما مرضى الفشل الكلوي حيث أكدت مصادر ميدانية تلحينها إن عدم الأدوية التي يحتاجونها في العشر من ديسمبر 2015 احتجزت الميليشيا 31 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنعتها من دخول مدينة تعز في الرابع من يناير 2016 صادر الانقلابيون أكثر من 13 ألف سلة غذائية مقدمة من المنظمة الإغاثية للمحاصرين في مدينة تعز في العشرين من يناير 2016 صادر الانقلابيون 286 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يفترض أن تدخل إلى محافظة تعز والتي كانت حينها محاصرة لأكثر من 9 أشهر وتعاني من أوضاع إنسانية قاسية الأحدث 18 من ديسمبر 2016 قم الحوتيون بمصادرة مساعدات إنسانية ممولة من مرنامج الغذية العالمي ومقدمة لخمس آلاف وخمسمائة أسرة فقيرة في محافظة المحويت في الحادي عشر من مارس 2017 أغضح وزير الإدارة المحلية ورئيس لجرة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيق فتح الدبعي أغضح أن ميليشيا الحوتي والمخلوع منذ اقتصابها للسلطة في مارس 2015 احتجزت ونهبت أكثر من 63 سكينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف وعدن في العشرين من إبراع 2017 أغضبت ميليشيا الحوتي والمخلوع على احتجاز قافلة مساعدات مخصصة لمحافظة تعز مكونة من مئتين شاحنة تحمل مواد مخصصة لثلتين عشرة مدرية واحتجزت في الحديدة من قبل الميليشيا كما صادر الإقلابيون أدويتهم مستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى التورة في تعز في جريمة هددت حياة المئات من مرضى فشل الكلوي وخلال مايو الماضي 2017 أغضبت الميليشيا الإقلابية على مصادرات كميات كبيرة من الطمور كانت مرضمة صدن التنمية والتأهل الخيرية قد منحتها لمخيم اللاجئين الأريتريين في مدرية الخوخة جنوب محافظة لحديدة ومن المجمل كشف نائب وزير لدارة المحلية عبد السلام بعبود واخربي الماضي أن الميليشيا الإقلابية مهبت 63 سفينة مساعدات وصدرت 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليابني ناقش اجتماع برئاسة محافظ عدن الدكتور عبد العزيز المفلح آليات وبرامج تنفيذ المشاريع المشاريع التنموية بالعاصمة المؤقتة عدن للعام الجاري مع أعضاء السلطة المحلية ومدراء المديريات وأكد المفلح على تضافر جهود الجميع لانتشال المحافظة مما تعاني منه من تردي في الخدمات وتهالك شبكة الكهرباء ووضع الحلول العاجلة لها ومكافحة تفشي بعض الأوبئة والأمراض والتي أثقلت كاهل أبناء المحافظة وحث المحافظ أعضاء السلطة المحلية ومدراء المديريات على بذل أقصى الجهود لإعادة عدن إلى وجهها المشرق والوضاء وخاليا من الفساد ونظيفا من الأوبئة والأمراض لينعم أهلها بالأمن والأمان والاستقرار والعيش الكريم وشدد المفلح على ضرورة مكافحة الفساد الذي ينخر جسد المحافظة ويكاد يدمرها لافتا إلى أنه من ضمن المهام الحالية وضع أهليات وبرامج للحد من الفساد كما ناقش وضع خطة طوارئ لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة وأن تكون في أولوية مهام إدارة المحافظة تفقد القائم بأعمال مدير عام صندوق النظافة والتحسين نبي الغانم منطقتين البساتين واللحوم بمديرية دارسعد ومنطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بالإضافة إلى منطقة العريش بمديرية خرمكسر وكذا مديريتي الصيرة والمعلى تم خلالها الاطلاع على سير العمل في تلك المناطق والالتقاء بالعمال ومدراء النظافة فيها واستمع منهم إلى آلية سير العمل والصعوبات التي تواجههم ووجه بسرعة معالجة كافة الإشكاليات أكانت متعلقة بمستحقات الموطفين أو اللازمة لاستمرار ورفع وطيرة العمل في رفع عشرات الأطنان من أكوام القمامة وقال غانم إن قيادة الصندوق وكل طاقم العمل وفريق النظافة حريصة على تنفيذ حملات النظافة الشاملة منذ بدء انتشار وباء الكوليرا في مدينة عدن بهدف الحد من انتشار الوباء والقضاء على أسبابه كرمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم في عدن العشرات من طلابها الخريجين خلال مهرجان عدن القرآني بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية الرائدة في خدمة القرآن الكريم في المحافظة وفي الجمهورية اليمنية الحفل أقيم بحضور قيادة الجمعية وأكاديميين وشخصيات اجتماعية حيث زفت الجمعية مائة واثنين واثنين حافظا وحافظة خمسة وعشرون منهم من المجازين والمجازات بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسبع القراءات ورواية حفظ الأمين العام للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم مصطفى جباري قال إن هذه الفعالية تأتي تزامنا مع الذكرى العشرين للجمعية التي تدير قرابة سبعين حلقة قرآنية بمحافظات عدن ولحج وأبيان وتخرج منها سبعمائة حافظ وحافظة سبعمائة حافظ وسبعمائة حافظة خلال السنوات القليلة الماضية بخلاف خريجي اليوم هذا وتأسست الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم عام 1996 ومقرها عدن وحصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بين الجمعيات والهيئات العاملة في خدمة القرآن الكريم تشنى محافظ شبوى أحمد حامد لملس مشروع توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وخلال التدشين أشاد لملس بعطاء وإسهام مركز الملك سلمان في تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين من أبناء المحافظة وبالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز وما يقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات دون استثناء فيما أوضح ممثل ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية في شبوى مساعد بن مهدي أن مشروع المساعدات الغذائية سينفذ وفق خطة مرسومة منوها إلى أن المشروع يتضمن توزيع ثلاثين ألف سلة غذائية تستهدف جميع الأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع مديريات محافظة شبوى هذا اليوم نستقبل المساعدات الغذائية لمحافظة شبوى والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذه الإغاثة والمساعدات الغذائية لمحافظة شبوى تقديرها ثلاثين ألف سلة غذائية موزعة على جميع مديريات المحافظة ونحن اليوم في استقبال هذه المساعدات الغذائية نشكر المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً ونشكر كل من وقف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف ونتمنى المزيد من الوقوف والدعم إلى جانب الشعب اليمني حتى يخرج من هذه المحنة التي يمر نفذت السلطة المحلية بمحافظة مأرب حملة إزالة للبناء العشوائي والاعتداء على المناطق والعينات الأثرية في مأرب القديمة الأثرية وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة السلطة المحلية والتي تقضي بمنع وإزالة أي اعتداء على المناطق الأثرية في مأرب القديمة وحولها وحملهم المسؤولية التاريخية والقانونية عن أي تقصير وأكد سلطان العرادة محافظ مأرب أن هذه المنطقة الأثرية مصانة بغض النظر عن ملكية الأرض كونها منطقة أثرية والأثار ملك للشعب وتاريخ للأمة مشدداً على منع الاعتداء على المناطق الأثرية سواء من مواطنين مدنيين أو عسكريين يشار لأن مدينة مأرب القديمة منطقة أثرية بامتياز تحوي على العديد من الآثار من عهد الدولة السبائية أبرزها مسجد النبي داود عليه السلام أقامت مؤسسة روافد الخيرية بالشراكة مع ائتلاف إنسان بمحافظة مأرب أقامت مأدوبة عشاء لجرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين سطروا أروع ملاحم التضحية والفداء في جبهات القتال ضد ميليشي الحوث والمخلوع الانقلابية أوضح مدير عام مؤسسة روافد الخيرية فؤاد طربوش أن الهدف من هذه اللفتة الإنسانية تجاه جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتوصيل رسالة للميليشي الانقلابية مفادها بأننا ماضون في تحقيق النصر المبين الذي ينتظره كل أبناء الشعب اليمني على أحر من الجمر وبتضحية أبطالنا الميامين في الثغور والجبهات تتحقق تلك الأمنيات أو ضمن أنشطة مؤسسة روافد وبالتعاون مع إتلاف ذمار للإغاثة والتنمية محافظة الذمار لإفطار الصائم المشروع الخيري الذي استضاف الجرحى هنا بمحافظة مارب نشكر الداعين ونشكر المتفاعلين وفرصة سعيدة بحضور قناة سهيل وشكرا لكم أهلا وسهلا بكم برعاية من حملة الكويت إلى جانبكم أقيم مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه جمعية الإصلاح بمحافظة صنعاء ويستهدف المشروع توزيع مئة وجبة غذائية يوميا على النازحين وخلال التدشين أشاد محمد السارع المشرف على هذه الحملة بهذه المبادرة التي تستهدف في هذا الشهر الكريم تقفيف معاناة النازحين وأشار السارع إلى أن شهر رمضان وشهر الرحمة والتكافل دعيا المؤسسات وفاعل الخير والمواطنين في المحافظة إلى مزيد من التكافل والتعاون والتضافر وتفقد الفقراء والمساكين افتتح محافظ الضالع فضل الجعدي مشاريع البياه الخاصة بالمحافظة والمنفذة من قبل حملة الكويت إلى جانبكم بتكلفة إجمالية بلقت خمسمائة ألف دولار في مرحلتها الأولى وخلال عملية التسليم عبر المحافظ الجعدي عن شكري لدولة الكويت الشقيقة وللحكومة والشعب الكويتي الشقيق وأشار إلى مواقف الكويت الدائمة على مدى نصف قرن إلى جانب الشعب اليمني ومشاريع التنمية المتميزة التي قدمتها في مختلف المجالات كما عبر عن شكره لحملة الكويت إلى جانبكم على الجهود التي تبذلها من أجل الحصول على المساعدات الكويتية لشعب اليمني في مجالات عدة منها المساعدات الغذائية والإيوائية ومشاريع المياه والتعليم والصحة وغيرها من جانبه قال الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة إبراهيم عيسى القرشي نفتتح اليوم المشروع الاستراتيجي في الضالع وهو مشروع المياه المقدم من حملة الكويت إلى جانبكم والتي بلغت تكلفته نصف مليون دولار شمل بناء خزانين بسعة 450 متر مكعب وكذلك صيانة وتشغيل الأبار وضخ المياه إلى مديرية سناح دشنت مؤسسة دروب النور الخيرية للتنمية الاجتماعية مشروع السلة الغذائية الرمضانية ويستهدف المشروع أكثر من 500 أسرة من الأسر الفقيرة والنازحة والأكثر تضررا من عدوان ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع على مدينة تعيز تم توزيع سلة غذائية لعدد 518 أسرة فقيرة في محافظة تعيز تحتوي عدد من الأصناف الغذائية كما تشاهدون استهدفت في هذا المشروع عدد من الأسر الفقيرة سواء في كشوفات اللجنة الاجتماعية أو في بعض أحياء هذه المدينة نسأل الله تبارك تعالى أن يكزي فعيل خير القزاء وندعو المنظمات عموما للوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين في هذه المدينة في ظل هذه الظروف الصعبة بهذه المشاريع الخيرية والإنسانية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر وعودة إلى عنوينها الحكومة اليمنية تعلن تأييدها لمخترحات ولد الشيخ بشأن انسحاب الانقلابيين من الحديدة البيضاء مقتل اثنين من الميليشيا الانقلابية في مواجهات مع المقاومة بمديرية ذي ناعم الحديدة الحديدة دعوات لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي بسبب نفاذ المحاليل والسوائل الوريدية للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة على الإنترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الانشمعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة